اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحما بكم في هذه الحلقة الجديدة مع المنتقى من التفسير وقد اخترت لكم من الجزء الثامن قول الله تبارك وتعالى في سورة الاعراف ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مشاهدي الكرام قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها المراد بها بالآيات الآيات التي أنزلها الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز جل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم نرأوف رحيم وقال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُوا بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ فالمراد بآياتنا في قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا الآيات البينات في القرآن الكريم الذي أنزل الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بالقرآن إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كذبوا بالقرآن واستكبروا عن اتباعه واستكبروا عن العمل به واستكبروا عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء يعني إذا ماتوا ولا يدخلون الجنة يوم القيامة إذا بعثوا حتى يلج الجمل في سم الخياط وذلك مستحيل فكذلك يستحيل أن يدخل المكذبون بالقرآن جنات النعيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء يعني إذا ماتوا فإن الإنسان إذا مات عرجت الملائكة بروحه إلى السماوات فإن كان مؤمنا فتحت له أبوابها وإن كان غير مؤمن أغلقت دونه أبوابها وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا في حديث حدث به أصحابه وقد خرج لجنازة رجل من أصحابه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود فجعل ينكت به في الأرض وجعل يرفع بصر إلى السماء ويضعه ثم قال استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال صلى الله وسلم أعوذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ما هم كفا من ثياب أهل الجنة وخنوط من الجنة فيجلسون تحت رجله مد بصره ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول أياتها النفس الطيبة أخرج إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان قال فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط فتخرج منها ريح هي أطيب ريح وجدت على وجه الأرض فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض إلا صلى عليه فيعرجون به فلا يمرون على ملأ من الملأك إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقول فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا حتى إذا انتهوا به إلى السماء الدنيا استفتحوا ففتحت له أبوابها فيشيعه من السماء الدنيا مقربوها إلى السماء الثانية وهكذا حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال عليه الصلاة والسلام فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكاني شديد الانتهار فينتهرانه فيقعداني ويقولني له من ربك؟ فيقول ربي الله فيقلني ما دينك؟ فيقل ديني الإسلام فيقلاني ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ يقول هو محمد رسول الله صلى الله وسلم فينتهران مرة ثانية أشد من الأولى ويقول ما ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك قال صلى الله وسلم وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن وهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الخياة الدنيا وفي الآخرة فيقول العبد المؤمن ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام فينادى أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وافرشوا لهم من الجنة وافتحوا له إلى الجنة فلا يزال يأتيه من ريحها وروحها حتى تقوم الساعة ويدخل عليه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فإذا رآه استبشر خيرا وقال من أنت فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير فيقول أنا عملك الصالح أبشر بالذي كنت توعد أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم فيقول اتركوني حتى آتي أهلي فيقال له نم حتى تقوم الساعة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ويثياب الخشن من ثياب أهل النار فيجلسون تحت رجله ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول أياتها النفس الخبيثة أخرجي إلى صخط من الله وغضب قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فلا يبقى عرق ولا عصب إلا تقطع فإذا أخذها لم يدعوها في يد طرفة عي حتى يجعلها في ذلك المسوح فتخرج منه ريح هي أنتن ريح وجدت على وجه الأرض فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا نعنة فيعرجون به فلا يمرون على ملأ من الملائك إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقول فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا حتى إذا دنوا من السماء الدنيا استفتحوا فلم تفتح له أبوابها ثم قرأ النبي صلى الله سمع هذه الآية إن الذين كذبوا بآيتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله تعالى أكتبوا كتابه في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم فتطرح روحه من السماء طرحا ثم قرأ قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في لسر فيأتيه ملكاني الشديد الانتهار فينتهراني ويقعداني ويقولاني من ربك فقل ها ها لا أدري فيقولاني ما دينك فقل ها ها لا أدري فيقولاني ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه لا يعرف عن من يسألونه فيقولاني محمد فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولاني شيئا فينادى من السماء كذب فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فلا يزال يأتي من حرها وسمومها حتى تقوم الساعة ويدخل عليه رجل أسود الوجه قبيح المنظر منتن الريح مهلها للثياب فإذا رأاه استبشر شرا وقال من أنت فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر فيقول أنا عملك الخبيث أبشر بالذي كنت توعد أبشر بنار خامية فيقول رب لا تقم الساعة ثم يوكل به أعمى أصم أبكم ما أعمر زبة من خديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة ثانية فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الإنسان ولو سمعها لمات والعياذ بالله إن الذين كذبوا بآيتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء إذا ماتوا وعردت الملائكة بأرواحهم ولا يدخلون الجنة يوم القيامة إذا بعثوا من قبورهم حتى يلج الجمل في سم الخياط ويستحيل إن الجبل يدخل في خرم الإبرة كذلك يستحيل أن يدخل كاثر الجنة لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ثم وصف حالهم في النار فقال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يعني النار من تحتهم ومن فوقهم قال كما قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من فوقهم الظلل من النار ومن تحتهم ظلل وكذلك نجزي الظالمين أما الفريق الآخر السعداء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالله تعالى يقول والذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فإن الإيمان مع الشرى المؤمنين قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالماصية وليس الإيمان بالتمن ولا بالتحلي ولكن ما واقر في القلب وصدقه العمل والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لا نكلف نفسا إلا وسعها وهذا من سماحة الدين ويسر الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فاتقوا الله ما استطعتم فكل فريضة تعجز عنها تسقط عنك نحن الآن في رمضان قال تعالى في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالدين يسر لا عسر فيه والدين سمح لا مشقة ولا حرج فيه كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة لهم فيها ما تشتهي أنفسه ولهم فيها ما يدعون كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نسأل الله العظيم رب العشظيم أن يجيرنا من النار وأن يدخلنا الجنة برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة